بكاري جسامة طلعك السنة اللي قبلها امام الودال جابوه في ماتش الفارف اهم المباراة ليك وعملك هو اللي عملك الازمة ايوا لانه شكي في خارات الحكم اللي لما اتحقق معه طلعن خارات صليمة بعد كده بس بعد ايه بقى خلاص الدنيا اتحرقت يقودني الى ايه بقى والاعلام والله استاذ ابراهيم انت انت الشخصية بتتحملني انباراة في ماتش الزمالك اه الكرة اجنش جوا الجن جوا الجن بالمعنى الحرفي ايه والكرة بالرجل ايه ايوا لانتو عد اللاقتا ولا مرة ولا شفناها اهم اتصوَّرت ونزلت عو مواقع النهارتا طلعت المخريجة اعتقد اسمها حاجة عثمان اه واه عثمان ايه ناس عثمان حد قالي ان دي بنتي كابتن تحسين عثمان معلق البسك أو لا يمكن فيه تشابه اسمها بصرف النظر عشان ما ناخدش الأمور في سكة تانية بارك الله فيها قالت أنا معدتش اللقطة بس أنا رجعت لها بنفسي لا الكرة معدتش المقرمة الله ده انت فار بقى ده انت خدت قرار طب انت ليه معدتش اللقطة هو أنتوا شاطرين دورتوا ونغبشتوا لما أزاروا قطع الفانيلا وبعدتوها وكان الحق المهني للمخرج انه يعرضها ويجيبها وقالك لو اتعادت هجيبها اه في بالك وطلعونا أصلي دي شغلنا وإحنا إيه إحنا ضميرنا أصلي بقى لما ييجي الواجب والضمير إحنا بتوعو الضمير وإحنا بتوعو الواجب بس ده في النادي الأهلي عند النادي حق وواجب وضمير هتبعو سكينة تلمى لكن عند النادي الأهلي يا جماعة دي مصر يا جماعة عندناك زمالي طب لو عكسنا الواضح كان ممكن نلاقي الأهلي واللي مكملوا زمالك لا أنا عايز الاتنين يكملوا بنفس المعايير عايز الاتنين يكملوا بنفس المعايير أستاذ براهيم فبقول لك ولا لأ لا مش هتجد الإنصاف